موسيقى وكثير من الأصوام وكثير من الصلوات وبتكتمل بالأعياد اللي بنحتفل بها ابتدى اللقباط في مصر يصوموا من يوم 20 فبراير وده بيتسمى الصوم الكبير والصوم الكبير بيعتبر أفضل وأقدس فترة في السنة كلها وبتمتد لغاية 55 يوم وده طبعا تقليد سنوي وابتدى إخوتنا المسلمين يصوموا من يوم 20 مارس في سوم شهر رمضان المبارك وابتدى كل الشعب المصري يعيش فترة فيها أصوام وفيها صلوات وفيها تقوص كثيرة وبقت الحالة الروحية كلها مرتفعة لدى كل الشعب في كل مكان وده نعمة من عند ربنا أن الأصوام تتجاور وتتقابل معا وبنبتدى نحتفل بأعياد النهاردة بعيد القيامة المجيد وعيد القيامة بييجي بعد فترة الصوم الطويلة واللي بنحتفل بيها بقيامة السيد المسيح بعد الصليب اللي كان يوم الجمعة الماضي والحقيقة لاختلاف التوقيت ما بين الشرق والغرب بيبقى فيه دايما فرق فيه وقت عيد القيامة الغرب عيد بالقيامة الأسبوع اللي فات وإحنا في الشرق وكل الكنائس الشرقية بتعيد النهاردة بعيد القيامة وعيد القيامة بيبقى يوم الحد ويسبقه يوم السبت بنسميه سبت النور وفي سبت النور بيظهر النور في قبر السيد المسيح كعادة سنوية وكفرحة سنوية أيضا والنور اللي بيظهر فيه القدس في ورشاليم بيبتدي ينتقل لكنائس كثيرة وبلاد كثيرة وبيجينا هنا كمان في مصر بعد أيام قليلة نحتفل بعيد الفطر المبارك بعد صوم شهر رمضان والاحتفال بعيد الفطر بيمتد إلى ثلاثة أيام وبتبقى فرحة كبيرة خالص فكرة الأعياد بصفة عامة هي فكرة من أجل وجود الفرح في حياة الإنسان وكلما الأعياد زادت في حياة الإنسان كلما زاد الفرح اليومي عنده والحقيقة النعم الإلهية اللي ربنا بيدهننا كل يوم في الصباح احنا بنقف ونشكره ونقول نشكرك يا رب لأنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة دي نعم عامة الله بيعطيها لنا بتبدأ بنعمة السطر وبتكتمل بنعمة الوجود والحياة حتى هذه اللحظة ودي نعم بتحتاج أن الإنسان يشكر الله عليها في كل يوم إحنا في حياتنا على أرض مصر بنشكر الله كثيرا أنه يعطينا في بلدنا النعم الكثيرة يعطينا الطبيعة الجميلة ويعطينا الجو المعتدل بصفة عامة بخلاف بلاد كثيرة ودول كثيرة وبيعطينا أيضا الحياة من خلال النعم العظمى زي الشمس زي الهوى زي المية والحقيقة كل دي بتبقى نعم بتفرح قلب الإنسان والإنسان اللي بيشعر بالنعمة دايما يشكر ربنا لأن الإنسان لما بيقف قدام الله ما بيلاقيش حاجة يقولها على كل النعم اللي بيقدمها الله للإنسان غير أنه يشكر فعلامة الشكر هي علامة مهمة في حياة الإنسان المنتبه وزي ما بيعلمنا الأباء ليست موهبة بلا زيادة إلا التي بلا شكر يعني كل ما الإنسان بيشكر كل ما الله يعطيها أكثر وأكثر في حياته وإحنا على أرض مصر باعتبارها أرض مبروكة بسبب زيارة العائلة المقدسة في القرن الأول الميلادي واللي بنحتفل بها سنويا دايما في أول شهر يونيا جون من كل سنة وبنحتفل بعيد دخول السيد المسيحي لأرض مصر وعاشت العائلة المقدسة القديسة مريم العزراء والسيد المسيح والقديس يوسف النجار وتحركوا على أرض مصر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها وتباركة أرض مصر وتباركة مياه أرض مصر مياه نهر النيل وعلشان كده احنا بنشعر ان بلادنا بلاد غنية وغنية مش بالسروة المادية ولكن غنية بالبركات الروحية الكثيرة نشكر الله ان مصر في حضرتها الممتدة من قام الفراعنة ثم العصور المسيحية والعصور الإسلامية وكلها عصور متلاحمة معنا عشان كده احنا على أرض مصر النهاردة بنشكر الله من أجل النعم الكثيرة التي يعطيها لنا نشكر الله من أجل السلام ونشكر الله من أجل الاستقرار ونشكر الله من أجل الأمن ونشكر الله أيضا من أجل الإنجازات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية والقيادة السياسية وهذه الإنجازات إنجازات يمكن النهاردة لا نشعر بقيمتها ولكن هي للمستقبل الممتد وهي من أجل مستقبل مصر مستقبل أبناء مصر الإنجازات الكبيرة اللي بتتم على أرض مصر كلها من أجل بناء دولة قوية وبناء مجتمع قوي وبناء مجتمع يحيى في كرامة وفي مساواة وفي عدل ويحيى في رفاهية ومجتمعنا المصري مجتمع كبير ومصر زي ما بنسميها دايما هي قلب العالم كله هي قلب العمل العالم حتى لما بنشوف خريطة العالم بنشوف أن مصر بتبقى في الوسط وعايز أضيف حاجة مهمة أن مصر تقريبا الدولة الوحيدة في العالم مربعة الشكل ألف كيلو في ألف كيلو مساحة مصر مليون كيلو متر مربع وده له دلالة مهمة جدا أن نظرة الإنسان المصري دايما نظرة متعادلة في كل الاتجاهات متوازنة للشمال كما الجنوب وللشرق زي الغرب وده بيدينا أفضلية وبيدي إمكانية خاصة للشخصية المصرية أنها شخصية متوازنة بين كل دول العالم وبين كل العالم كبشر إحنا في عيد القيامة المجيد بنحتفل بالعيد ممكن نسميه عيد النور وممكن نسميه كمان عيد الأمل والرجاء فكلمة القيامة معناها أن فيه رجاء وفيه أمل عند الإنسان وفي التسبحة الصلوات الكنسية اللي بنصليها كل يوم أول كلمة فيها اسمها كده قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات فالقيامة تعبير عن البداية الجديدة والبداية القوية لحياة الإنسان والإنسان بدون قيامة يشعر دائما باليأس ويشعر دائما بالضعف ويشعر دائما بالخوف ويشعر بالألأ ويشعر بغياب الهدف ما فيش هدف قدامه في عيد الإيامة هو رسالة لنا كلنا لكل أهل مصر ولكل العالم أن هذه هي رسالة رجاء وإيمان ونظرة إيجابية للمستقبل وإزاي أن الإنسان اللي بيعيش الإيامة بينزل المستقبل بعين إيجابية لأن من الضعفات اللي بيقع فيها الإنسان أنه نظرته للآخر أو نظرته للحياة تكون نظرة سلبية أو نظرة ناقصة أو نظرة ما فيهاش شمول الإيامة بتدينا شكل من أشكال النظرة الإيجابية للحياة والحقيقة الحكاية دي مهمة جدا حتى في تربية ولدنا يعني ما بتيجي تربي ابنك أي إنسان له ضعفاته وله إيجابياته أحيانا الأب والأم يركزوا على ضعفات الإبن وينسوا الإيجابيات اللي عنده وأحيانا الإنسان أو الأب والأم هما بيربه يركز على الإيجابيات ويكبرها ولما يكبرها ينشأ الإنسان إنسان صح زي بالزبط لما يبقى طفل صغير بيحاول مساء يرسم بييده كده مجموعة من رسومات طبعا الرسومات على قد الطفل بسيطة خالص فيقوم واحد من الكبار يترق عليه ويقولك فلان عمل لي فنان فكأنه بيقتل الموهبة في مهدها في حين أن واحد تاني لما يشوف رسم الطفل بسيطة جدا خالص وبحسب قدراته إزاي أنه يشجعه إزاي أنه يسقف له إزاي أنه يكتب له عليها كلمة حلوة إزاي أنه يحتفظ بيها صورة التشجيع المستمر هي اللي بتنجح الإنسان فيترق عنيك هي شايفة إيه؟ شايفة الأمور في سلبيتها ولا شايفة الأمور في إيجابياتها وطبعا كل المشاهدين عارفين فكرة الكباية اللي فيها جزء مية وجزء فاضي أنت شايف إيه؟ شايف المية كباية مليان شايف الفاضي كباية فاضية فده الفرق بين النظرة الإيجابية والنظرة السلبية وأحد القصص بتحكي أن شركة من الشركات كانت بتنتج منتج لكن المنتج مش بيتسوق مفيش ماركتينج له فمدير الشركة جمعهم وجاب لوحة بيضة كبيرة وعمل في طرفها كده نقطة سودة وجمع مديرين الشركة وقال لهم أنتوا شايفين إيه؟ فالكل قال إحنا شايفين النقطة السودة قال هو ده العيب اللي عندكم أن يعنيكم راحت للنقطة السودة وسبتوا المساحة البيضة كبيرة بتاعة الصبورة الصورة ده هي الإيامة بتدينا شكل من أشكال الإيجابية للحياة الإيجابية بتاخد صورة تشجيع صورة إنك تحفز الآخر صورة إنك لا تسخر من الآخر صورة إنك تغير إزاي تنميه وإزاي تكبره وإزاي إن يكون أفضل منك النصح هي النحية الإيجابية أو الصورة الإيجابية هي هدف القيامة الأساسي في اختصار شديد يمكن أن نقول أن القيامة هي رسالة إيمان ورسالة رجاء ورسالة إيجابية ورسالة تشجيع لكل إنسان ومن التعبير اللي نتعلمها من صغرنا يقول لك قوموا هيا بنا نقوم للعمل هيا بنا نقوم للعمل فالقيامة هي بداية عمل وبداية نشاط وبداية كل يوم أنا بنتهز فرصة الأعياد الجميلة التي تتجاور معا عيد القيامة النهاردة وبكرة عيد شم النسيم وبعد يومين ثلاثة عيد الفتر المبارك ونلاقي الأعياد كلها متلاحمة ومتلاسقة تعبير عن الوحدة القوية اللي موجودة ما بين كل أهل الشعب المصري الله يحفظكم جميعا ويبارك في حياتنا ويعطينا دائما أفراح هذه الأعياد في حياتنا في كل يوم وما يبقاش العيد مجرد يوم وبيعدي لكن فرحة العيد تستمر مع الإنسان لغاية العيد التالي اللي بعدين بنهني طبعا فخامة الرئيس السيء الرئيس عبد الفتاح السيسي وبنهني كل المسؤولين في الدولة في مصر وبنهني القوات المسلحة وبنهني الشرطة الوطنية وبنهني كل القيادات الموجودة كل واحد في موقع المسئولية وبنهني بالطبع قيادات التلفزيون والإزاعة والتلفزيون وكل الإعلام الذي يقوم ويخدم كل شعب مصر كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما فرحانين ودايما متبركين بهذه الأعياد اللي بتقربنا جميعا لبعضنا لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين